السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة وتكون اموركم هانية وتكونوا في احسن الاحوال مرحبا بكم في قناة وصفات نجوة اليوم ان شاء الله غدي نحضروا ببيتزا في المقلات اللي كتجي اكتر من رائعة وبحل مطاعم وبطريقة سهلة اه الى كنتوا اول مرة تزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد لما نطول لكم قاموا بشوفوا المقادر لطريقة التحضير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله هنا في المقادر سنحتاجوا 350 جرام دقيق الابيض سنضيفوا معلقة صغيرة سكار سنيدة سنضيفوا معلقة متوسطة خميرة الخبز معلقة صغيرة دي الملح عندي هنا الماء دافي 250 مليلي لتر مهم باش نجمعوا العجينة غادي ندو نجمعوا فيها هكا ونضيف الماء شوية بشوية من بعد مجمعتها هنا غادي ندلكها غير وش غير شوية ونحصل على العجين اللي كتكون كتلصق في اليدين بالعام نحتاج ندلكوها بزاف صافي من بعد مجمعتها صافي غادي نوضعها في إيناء غادي نضيف عليها أمعالقة صغيرة ديال زيت زيتون غادي هنا من الفوق هاكا وغادي نغطيها بالبلاستيك غدائي وغادي نخليها تختامر ومن بعد مختامرات مخليتها حتى تضعف الحجم ديالها بزاف غير هكا مهم غادي ناخدو العجينة غادي نرشه بدقيقة غير ضقيق الأبيض وغادي نقسمها على جوج باش نحصل لجوج كوائرات كنجمعها بها الطريقة هادي وغادي نقسمها على جوج ناخد الكوائرات الثانية حتى نجمعها بنفس الطريقة سوف نخليها ترتاح مدة عشرة دقائق سوف نغطيها ونخليها سوف نبسط فيها هاكا غير بالدياب لا ما نحتاج ندير لمدلك لولوك نرش بالدقيق هاكا وفي هذا الوقت هده كنكون مشاعلة للمقلاق اللي كتكون ما كتلصقش وعلى نار اللي كتكون مهيلة ساب فيك نبدأ نطلق فيها هاكا هاكا مهم باش جيني رقيقة رحمة تتقطع موالو كنعود نطلقها هاكا بيدية سوف نحطها في المقلاق هاكا ونعود نقها دهم زيان هاكا من الوسط بجيني رقيقة ونخلي هادوك الجناب ديولها هاكا وكتكون المطلق مقلا يعني سخونة سوف نبدأ نوضع فيها السلسة مباشرة لما نتقبها اللب فرشيطة الأولو السلسة الطماطم اللي كنكون نضفت عليها غير غير معلقة صغيرة ديالزيت وشوية ديالملحة مهم هاد سلسة الطماطم اللي كتكون يعني كتبعها هاكا لمصايبة سوف نضيف عليها القرعة اللي دوستها شوية شحرتها في الزيت سوف نضيف حتى الطون سوف نخليها طيب يعني دباركات طيب سوف نضيف عليها داب الموت سارلة وغاد ينضيف عليها شوية ديالزعتر هاكام الفوق وغاد ينغطي عليها هاكا بشي رجع عليها هادك السهد سوف نخليها طيب على نار مهيلة سوف نضيف عليها هاكا واتحمرت لي من التحت بقاليها فقط غير جناب دياله انا بغاد يجيو يعني محمرين ومحروقين بحل شكل ديال مطاعم نضيف علي الفران غير من الفوق وكنقرب البيتزا بزا في الفوق ما كمناش يحتاج وش دقائق سوف نستمر بنفس الطريقة غاد نوضع البيتزا التانية حتى هي هاكا كيف مدرت اللولة سوف نضيف عليها الموتاريلا سوف نضيف عليها مقصر سوف ننغطيها حتى هي بش يرجع لي هادك السهد سوف نضيف عليها الموتاريلا نضيف على الموتاريلا نضيف الزعتر نضيف الزعتر نضيف الزعتر نضيف الزعتر نضيف الزعتر نقطعها نضيف الزعتر سيكون القيبة سيكونت خمرا حرة نضيف الزعتر نضيف الصباح وطباخ نضيفLY اشتركوا في القناة